خطأ في نظام الكيتو دايت بيقف حر الدهون وبيسبب ثبات الوزن السلام عليكم و معكم عم شعر اول حاجة لو انت مشوفتش في فيديو عشر اسباب بتسبب ثبات الوزن في الكيتو جينيك دايت روح ابدأ شوف الفيديو وتعالى كامل فيديو داوت لان انا نسيت اول نقطة مهمة لقيت الناس بتقع فيها وهي ان الناس لما بتيجي تبدأ تحسب نسبة الدهون اللي ليها مثلا اللي الناس ليها نسبة 100-150 جرام دهون بتبدأ تاخد الدهون دي تخام غير الاكل اللي هي بتاكله يعني مثلا دلوقتي انا شخص حسبت كيمية دهوني قال لي انت محتاج 150 جرام دهون ببدأ ااخد 50 جرام زبدة 50 جرام زد جوز الهند 50 جرام زد زيتون بس طبعا الكلام دوت لما اجي في الاخر ابدأ احسب الصغرات هلاقي الكمية بتاعت الدهون عالية جدا ليه الناس بتاخد 150 جرام دهون وما بيحسبوش ان الاكل اللي انت بتاكله اصلا فيه دهون يعني انت مفروضها ما تيه تحسب الاكل تبدأ تحسب نسبة الدهون في الاكل دي وتبدأ تزود عليها دهون من بره عشان تعادل النسبة مش ان احنا عملينا نشرب زيت زيتون او بناخد زبدة عشان نبدأ على طول نكمل نسبة الدهون بتاعتنا وناخد المية وخمسين جرام على طول هنبدأ دلوقتي نشرح ونوضح بمثال بسيط اول حاجة مثلا البيضة البيضة دلوقتي فيها خمسة جرام دهون وستة ونصف جرام بروتين لو انا عملت تلاتة بيضة مثلا فيها تقريبا 20 جرام بروتين و15 جرام دهون ساعتها لو انا مثلا مأس دهوني وقلت والله انا اخد 30 جرام دهون ايه لا يحصل هلاقي نسبة السعرات عالية جدا هلاقي وزني بيثبت وممكن ابدأ ازيل فبالتالي هنا انا لقيت ان التلاتة بيضة فيهم 15 جرام دهون و20 جرام بروتين بالتالي هنا ابدأ انا عاوز ازبط النسبة ابدأ مثلا ازود 15 جرام زبدة كمان عشان احمر فيهم البيض المسلوق بالتالي كده مجمل الوجب 20 جرام بروتين و30 جرام دهون يبنا كده بدأ تزبط النسبة انما باخدش كل الدهون بتاعته من بره وابدأ اسيه بالكميات في الاكل مثلا الافجاده الميت جرام فيه 15 جرام دهون ممكن الناس تبدأ تكون بتاكل افجاده وتزود نسبة الدهون فيها وهي مثلا بتاخد الدهون من بره بالتالي نسبة الدهونه تبع عليها سعراتك تبع علي يحصل عليك سبات الوزن برده وراكل فراخ وراكل فراخ لكل 100 جرام بالجلد فيها 15 جرام دهون وفيها 25 جرام بروتين لو الناس بتحسب الدهون بره بالتالي هنا تبدأ مثلا تاخد مثلا مقسيمة دولةねي بنا اخد فيه 40 جرام دهون وهلاقي اصلا ان اللي فيه 15 جرام دهون فهلاقي مثلا بتاع 55 جرام دهون وكمية بروتين 25 جرام يبانا كده برضو زودت الدهون من بره لأ انت مفروض تبدأ تشوف الاكل اللي انت بتاكله فيه كمية الدهون وبروتين كام وتبدأ تزود الدهون وتعدل على اساسه النسبة انما ما باخدش كل الدهون بتاعتي من بره وابدأ اقولي انا بخسرش وزني ليه او وزني ثابت او بدأت ازيد ليه فبالتالي هنا لازم تشوف الغلطة دي وتتجنبها تماما ياريت الفيديو يكون وضح النقطة دي لان فيه ناس لما تبدأ تبع نظامها تقول لي انا ماشي كده صحة ولا غلط قال ليه ان هي بتبدأ تحسب كمية الدهون بره فبيحصل لها سبات او تزيد في الوزن يارب يجو الفيديو يكون عجبكم تنساش تدعم القناة باللايك لو انت لسه جديد نساش تعمل سبسكرايب لو عايزين تسألها في اي حاجة اسألتها في كومنتات وانا ارد عليكم في رعاية الله سلام عليكم